إلى السطح بدأت تطفل انقسامات داخل مؤسسات الحكم في إيران بشأن أفضل طريقة للتعاطي مع الملف النووي مع الغرب فصاحب الفتوى بتحريم امتلاك سلاح نووي وهنا الحديث عن المرشد خامنئي عاد ليتراجع عن فتواه ويقولها بصراحة وبلغة تضمنت تهديدا مباشرا بأن إيران قد تضطر إلى تصنيع قنبلة ذرية لغة تصعيد قد تدفع واشنطن وحتى شركاء إيران الأوروبيين في الاتفاق النووي إلى الرد بشكل عنيف مخاوف حقيقية عبرت عنها صحيفة كيهان التي كشفت ربما عن حجم الانقسام داخل النظام الإيراني في إدارة هذا الملف فالصحيفة المحسوبة تماما على التيار المتشدد والمحافظ في إيران أي خامنئي انتقدت الأصوات المعترضة على الاتفاق الأخير مع الوكالة الذرية فالاتفاق تضمن تمديد التفتيش الإلزامي للوكالة لثلاثة أشهر الأمر الذي أكده مديرها العام عقب سيارته طهران توصلنا إلى تفاهم ثنائي تقني مؤقت يقضي بأن تواصل الوكالة أعمال التحقق والمراقبة ضرورية للأنشطة النووية الإيرانية ويستمر التفاهم لثلاثة أشهر لكن نوابا محافظين قالوا إن القرار يخالف قانونا أقره البرلمان وينص على خفض التعاون مع الوكالة الذرية ووقف تنفيذ البروتوكول الإضافي اعتبارا من الثالث والعشرين من فبراير وهو أمر دعمه أيضا محمد جواد ظريف باتهام لأمريكا وأوروبا بعدم الوفاء بالتزاماتها كيهان الصحيفة اختلفت مع ظريف وحذرت من أن المبالغة في الخلاف مع الغرب قد تؤدي إلى عزل إيران بشكل أكبر دخلت الحكومة الإيرانية أيضا على الخط وانتقدت موقف البرلمان المعارض للاتفاق المؤقت مع الوكالة الذرية وهو انتقاد يعكس أيضا حقيقة وحجم الخلافات بين ممثلي السلطة في إيران التي يتفرد بها المرشد بلا منازع لينة حسبالله العربية